السلام عليكم ألتقي بكم هذه المرة لأشارككم التطبيق نال إعجابي لعدة أسباب أولا لأنهم جاني ثانيا خالي من الإعلانات ثالثا هو من سامسونج رابعا وهذا هو الأهم يهتم بتحسين جودة الأداء الصوتي على أجهزتنا العاملة بنظام الأندرويد كما سنرى بعد قليل التطبيق سهل التشغيل سوف أتجول رفقتكم في أهم إعداداته يكفي أن أضغط على زر رفع أو خفض الصوت لتظهر أيقونته العائمة في الأسفل أو في أي مكان تريدون بالنسبة للمستخدمي قارئ الشاشاء نضغط عليه ضغطة مطولة على تلك الأيقونة العائمة لنجد أنفسنا في واجهة تتكون مما يلي يعني الحيز الأكبر منها هو ضبط الصوت يعني رفع خفض الصوت لهذا التطبيق أو ذاك أو للنظام بصفة عامة هناك أيقونة الإعدادات التي سنعود إليها جميعا بعد قليل وأيقونة ما يسمى بال legalizer يعني يعني عبارة عن طابلو عن لوحة للتحكم الصوتي المشخص كل ورغباته رفع الحدة رفع الباص يعني مجموعة من الأمور التي يدركها جيدا المهتمون بالبروفايلات الصوتية لن أكثر الكلام أفضل أن أبدأ ب settings لأتجول وإياكم داخلها كما أسلفت إذن بالدخول settings أول عنصر منها هو scenario هذه مسألة رائعة تتيح لكم انتقال الهاتف بشكل تلقائي من profile صوتي إلى profile أخرى عبارة أخرى قد احتاجوا مثلا وأنا في العمل أو الدراسة إلى profile مستويات الصوت فيه متوسطة أو أقل من ذلك حتى لا أزعج الغير وأنا أعود إلى المنزيل أخذ قسطا أكبر من الحرية مثلا من الخامسة مساء لنقل الحدية عشر أو منتصف الليل ثم بعد منتصف الليل لا أرغب في سماع الأصوات تقريبا إما نهائيا أو أرغب في تخفيض هذه الحد الأدنى الممكن هذا كله متح عبر الضغط على أول إعداد ثم لاحظوا هذا دوميسيل تشغله تشغله وتضغط عليه لتضبط إعداداته لن أطيل بالدخول فيها ولكن لاحظوا عبارة عن profile صوتي تضبطونه بأنفسكم في الأعلى يعني عنده مجموعة من المكونات لاحظوا يعني مجموعة من الإعدادات اختصارا للوقت لا أدخل فيها وأيضا لبساطتها في الأخير أضغط على حفظ on registry في النهاية وهكذا مع جميع البروفيلات الأخرى العنصر الثاني لاحظوا هذا يعني تأثير بصري متعلق باللون ومكان ظهور أيقونات رفع وخفض الصوت التي تظهر في الشاشة لك أن تبقيها في الأعلى لاحظوا بالضغط عليه نجد مجموعة من الإعدادات كي تشغيل وعدم تشغيل ثم هناك اختياران بعد التفعيل نجد الاختيار الثاني أبدأوا به هو الاختيار الافتراضي الموجود في هواتفكم يعني مؤشر جميع الأصوات في الأعلام اليميني اليسار ولكن إن لم يرقكم هذا وأردتم أن يكون عفوا هذا المؤشر جانبيا في اليمين أو اليسار في الشاشة اختاروا هذا الاختيار الأول لاحظوه هنا في هذه الحالة حينما أرفع أو أخفض الصوت نجد أن المؤشر يمينا ويمكنك أن تضعه يسارا كما هو في الإعداد الموالي ديسبوزيسيون كأن دغوات ها هو أو يسارا بالنسبة لي أفضله في اليمين اللون لكم أن تختاروا لون ظهور هذا المؤشر أترك لكم اختيار الألوان هنا وهذا هو الرائع يعني كل الطبيقات المشتغلة لك أن تضبط مستوى الصوت الخاص بها على حدة وبشكل مستقل عن الطبيق الآخر طبعا وهي في الخلفية على الأقل كما تلاحظون الآن أنا واضع لليوتيوب في الخلفية لأنني سأحتاج إليه بعد قليل لإجراء بعض التجارب ومستوى الصوت وضعته في مئة في المئة لاحظوا هنا مستوى الصوت هنا نوعية المؤثرات الصوتية بالضغط عليها لك أن تشخصها كما شئت ها هي لوحة تحكم التي أخبرتكم بها Legalizer في الأعلى هناك بروفايلات جاهزة لاحظوا لاحظوا إن ضغطت هنا لك أن تختار بين Jazz بروفايلات جاهزة لك أن تشكل بروفايل خاص بك وهذا المسألة متوافقة مع الناطق سأجري بعض التجارب بعد قليل والجميل أنك حينما تختار بروفايل صوتي لك أن تسجله حتى لا تضيع الوقت والجهد في ضبط هذا البروفايل كل مرة يعني تسجل بروفايل أو أكثر من بروفايل كل بروفايل تستعمله في حالة أو في وضعية أو في وقت معين خاصية Dolby Atmo لعلها غير متوفرة في جميع الأجهزة ولكن في أغلب جواهج أجهزة سامسونج هي متوفرة والإشارة هذا التطبيق لم أجربه في أجهزة أو في هواتف غير سامسونج لكني أعتقد شي بهجازم أنه يشتغل عليها لأنه موجود في بلاي ستور وليس في جالكسي ستور فقط هو موجود حتى في بلاي ستور مما يجعلني أجزم أنه يعني يشتغل مع أغلب الهواتف إن لم أقل كلها هنا خيارات إضافية لاحظوا إعدادات غنية تعطيك هذه اللوحة التي تحكم وأيضا كين زر بازيك يعني إن لم تريد إدخال هذه التأثيرات نهائيا وتريد الاكتفاء بالصوت عادي تضغط على بازيك في الأسفل هنا في هذا الإعداد الفرعي أركزوا معي هناك مجموعة من الإعدادات كلها خاصة بالسماعات على اختلاف أنواعها سواء في سماع الموسيقى أو حتى المكالمات أو غيرها أتركوا لكم اكتشافها بعد أن فرغت من هذه الإعدادات لاحظوا سأضغط على زر رفع وخفض الصوت لأعود إلى هذه اللوحة لاحظوا لماذا أريد العودة إليها هذه المرة لأضغط على إيغاليزي أو إيغاليزر لأصف لإخوتي مسخدمي الناطق هنا تظهر دائرتان لضبط الأصوات من حيث القوة ومن حيث الجودة وهذه دائرتان متوافقة يعني التجول فيهما والتحكم بهما متوافق إلى حد كبير مع الناطق يعني هنا واحد المؤشر نضع الأصبع عليه ونسحب بشكل دائري نحو اليمين أو نحو اليسار لاحظوا أنا الآن مستخدم للناطق وأفعل ما أريد هذه الدائرتين إن أردت أن أصف هما اختصار لمن لم يريد الدخول في تفاصيل دقيقة للإعداد الصوتي يكتفي بهتين الدائرتين فقط عبارة على ميزان تضبط هذه وتنتقل إلى تلك وتكتفي بهذا أما إن أردت الدخول في التفاصيل فإنك تختار ضغط مرة أخرى لتعود إلى الإيجاليزر إذن بإمكانك أن تشارك هذا البروفايل الصوتي لشخص قام بتنصيب نفس التطبيق هنا إلى جوار أيقونة المشاركة نجد إمكانية حفظ هذا البروفايل الصوتي إذن سأقوم بتجربة لاحظوا معي سأشغل فيديو من فيديوهات إسباس تيك حتى أتجنب لمشاكل الحقوق ونذهب إلى هذه الأيقونة الأيقونة الخاصة بهذا التطبيق لاحظوا معي أذهب أيضا إلى حيث كنت أعود إلى حيث كنت لاحظوا أنصحكم بالاستماع إلى هذا الجزء من الشرح عبر السماعة تدركوا معي سأقوم مع الغير وأؤكد أن ما سأقوم به متوافق أيضا مع هذا الناطق من لي ويبدو لي مجل أن شارك جهة اتصالي لنلاحظوا أن أمنع بعض الناس من الحصول أرفاع أخفض كما يحلو لي حسب رغباتي لنلاحظوا إيقاف تفعيل الضلبي وتشغيلها ثم هذه الأيقونة التي تتحكم في الصدى لاحظوا هنا الصدى تشغيل الصدى لكو وإيقاف تشغيله والأفضل تشغيل الضلبي خاصة في الهواتف التي تحتوي على سماعتين أو أيضا خاص بجهة اتصال عند تركيب سماعات الخاصة بالأودن بعد أن قمت بضبط الإعدادات حسب ما أريد أضغط على الزر الموجود يمين زر المشاركة لاحظوا يقترح علي تسجيل هذا البروفيل كيف أسجيله أسميه إذن أضغط في الحق الموجود في الأسفل أكتب هنا حرف مشكل عشوائي أزد مثلا سميه بروفايل واحد أو بروفايل اثنان أو سميه باسمك أو بما شئت واضغط حفظ ها هو أضغط على الزر الموجود في أقصى اليمين إلى جوار زر الحفظ الذي استخدمته منذ قليل لأجد هذا البروفيل لدي بروفيل سابق سميته باسمي وها هو البروفيل الذي أنشأته منذ قليل ها هو az.af إما أن أختار az أو المهدي af اختار az لتأتي الإعدادات مضبوطة حسب ما قمت به سلفا كان هذا أهم ما أردت مشاركتكم إياه هناك بعض الإعدادات الفرعية التي أترك لكم اكتشافها إلى لقاء آخر حول موضوع آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم